رسلتني إحدى السيدات الفاضلات قبل قليل لتقول لي أستاذ من فضلك تكلم على النهاية أستاذ من فضلك قضية القطاع الاقتصادي الخاص شباب ضايع بالسيف حبوا يفرضوا علينا سيتيا معلى بناش وش رحصاري رئيس جمهورية أمر بالإدماج للكل ووزارة العمل منهم مدير التشغيل بوذيافرهم يتلاعبوا بينا والله تعبونا عقد سيتيا بطالة مؤجلة وسألت ما هو عقد سيتيا يعني أعطينا فكرة على هذا العقد قالت أن العقد هذا بعثت أيضا في رسالة عم القطاع الاقتصادي الخاص لا يفيد البكاء هنا يكتب وحدهم يقول لهم لا يفيد البكاء على الأطلال أو البكاء في الجروبات على تعليمات وتعسفات التي تصدر ضدنا إلا من التحد ونكون يدا واحدة وحضور قوي نزلزل به الوزارة للمطالبة بحقنا في الإدماج فلن نكون وسيستمر مسلسل التعسفات وتصعد كتابة نهاية الفيلم عما قريب إن أردتم حقا كفاكم اتكالا ونوما قوموا للمطالبة بحقكم لا تقل لظروف ولا تقل لا أستطيع كفاكم ذلا ومذلة تركوا الظروف جانبا والتشتت والانقسام والنميم والنفاق فلن نتحد ونزلزل عليهم وزارتهم فلن نتحد ونزلزل عليهم وزارتهم لأخذ حقنا فما أخذ مننا بالقوة يسترجع بالقوة صامدونا صامدونا لسيثيا رافضونا للإدماج مطالبونا إلى آخرهم والسيثيا هذا في نهاية المطاف هو عقود عقود عبودية هي أنه هذا السيثيا هو عقد مدعم ما بين الدولة ومستخدم تمدلنا الدولة مليون ومئتين ومستخدم مليون لمدة ثلاث سنوات يعني يمدلهم زوج ملايين ومئتين يعني أقل أو قل بالضبط مئة أورو لشهر ويشتغلوا يشتغلوا 40 ساعة 50 ساعة في الأسبوع وبعدين يجيبونا بره هذا هو السيثيا تشرح السيدة والرئيس طلب الإدماج طبعا تتكلم على تبون المزور وأنا أتمنى على اللي يرسلوني ما يكتبوا ليش كلمة الرئيس لأني عندك ينشوفها بالنسبة لي لا تقل على مني سمعت كلمة الشيطان لأنه يا ليته جاء مزورا وعمل في البلاد وخدم في البلاد وما قعد شي يكذب كانت الناس ربما حتى نحن الذي نعترض على المبدأ الذي جاء به والموقف المبدأي هو أنه جابوه العسكر كما قال الشعب الجزيلي كانت الناس على التقلقوا لك والله يشوف صحيح جاي بطريقة غير شرعية جابوه العسكر حطوه هم يتحكموا فيه لكن الرجرة يشتغل كان البعض يعتقد ذلك لكن تبين لهم الآن أنه يكذب أكثر مما يتنفس راح نشوفوا أن هذا مرض مرض حقيقي وأن نتبون في الحقيقة أنا وصلت للقناعة بعد ما هذه البعض سنوات تقريبا وأنا نتابع في تدخلاته مضطر باش نتحدثي ليكم ونعلق عليها وصلت للقناعة أن هذا مش طبيعي لا يمكن أن يكون إنسان طبيعي في عقله بعض الأصدقاء الأطباء كتبوا لي قالوا لي نعم هناك مرض هذا مرض كأن حاجة يسموها هذا المرض موجود حقيقي وهو أنه يظل يكذب وهو يعتقد أنه يقول حقيقة راح نشوفوها من بعد لكن من فضلكم ما تكتبوا ليش الرئيس يكتب تبون يكتب عبد المجيد تبون إلا كنت حراكي حقيقي وتامن بالحراك يكتب المزور تبون لكن الرئيس هذه غير مقبولة لأنها ليش حقيقة لم يتخبوا الشعب جابوا الكابرانات الجنيرالات كابرانات الكابرانات هم اللي حطوه رئيس كما سمته طلب الإدماج في القطاع العمومي والخاص في مؤسسة الدولة ورهم يديروا تعسفات وخرقوا كلام الرئيس تلاعبات في حق شباب وخرجي الجامعات حتى كنرحوا نديروا وقافات يقولون ما تديروا الشعارات والله في الجزائر الجديدة راهي ما زالت الحقرة ستيا عقد من عقود الإدماج المؤقت إلى آخره وأنه المفروض كل العقود المؤقتة تنتهي في 2024 شوفوا يا أخوان ستيا أو عقود كثيرة راهيكين كثيرة سمونهم سبعين أسم كل مرة يخرجونهم أسم يكثرونهم غير الأسامين تعلقوا الاستعباد لكي لا يسمونهم العبودية كل مرة يخرجونهم أسم شوفوا يا أخوان سواء العقود المنتهية العقود الستية العقود ما نعرفه لانساج مرات بعض الناس يقول لي ما كنت تكلم عن لانساج جمعت الدكاتيراج جمعت قدماء الجيشوف نحن لسنا أمام حكومة منتخبة لسنا حتى أمام نظام مستبد ولكنه لديه نوع من العقلانية نظام الصيني نظام مستبد لكن عنده عقلانية كاملة في القضايا الاقتصادية وعندما تلفت له شوية في العقلانية في قضية الكورونا الصين وما أدراك انتفض الشعب الصيني واضطر النظام الصيني أن يسمع لشعب الصين مع أنهم كانوا يغلقوا عليهم بأشكال رهيبة ف إيران نظام متطرف دكتاتوري لكن هناك نوة أقول نوة من العقلانية الأنظمة كثيرة فيها التطرف فيها الاستبداد فيها كل هذا ما يسمى بالأنظمة العربية والبلدة العربية كلها تتراوح ما بين مستبد ومستبد شديد الاستبداد ومتطرف إلى آخره ولكن هناك نوع من العقلانية بعضهم منها مش كلهم لكن لدينا حسابات إجرامية المال كين منين؟ بيترولو غاز ارتفعت أسعاره بعد الغزو الروسي على أوكرانيا إذن المال كين طيب الأرض شاسعة وكينة نحن 47 مليون جزائري كين 40 يعيشوا في الداخل البلاد أقل شي ترفض 400 مليون أقل شي والآن هم يعترفون أن الثروة الحقيقية كلها في الجنوب سواء البترولية والغازية والمناجم والمياه والزراعة كلها في الجنوب طيب العبات كينين غير العبات لي كينين هاوي في الشوارع سرت وضرك يسخل الحال وكذا تبدأ تشوف الناس في المساء في الليل وسخانة وتشوفهم مجموعات 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 زمان كانت كانت الناس يخرج واحد رفت كستاي واحد رفت كقهوة واحد يتكيف الدخار الآن ولت للأسف كلها مخدرات وزطلة ولا يأمن الناس على أبنائهم ولا على بناتهم ولا والخراب هائل تعال المخدرات اللي تشرف عليه العصابة الإجرامية مهما زعموا العكس إذن لديك المال لديك الأرض لديك الإقليم دولة لديك العباد غير هوم ومع ذلك لديك بطالة رهيبة ولديك بؤس هائل في المدن وفي القرى وفي الشر ولديك طرقات وكأنها في قبل ألف سنة في كثير من طرقات حتى هذا طريق المزدوج أسألوا الناس في المقطع اللي سموه جباحي هذا عنده ما قتل من الناس وما زال يقتل معنا معاودوا عشرين مرة دائما ينهبون يعني إذن ما هو المشكل هل الجزائر خلاص اكتفت لم تعط ما تحتاج سكنات ما تحتاج حدائق ما تحتاج مكتبات ما تحتاج مراكز رياضية ما تحتاج تحتاج كل هذا وفيه نقص رهيب طيب عندنا المال وعندنا لعبات وأشياء هذه ليس تكنولوجيا أنت على الصعود إلى المريخ أو إلى ما نشعارف وين هذه أمور بسيطة يعني كل الناس تعرف آخر دولة في آخر هذا العالم تعرف كيف تبني مدارس كيف تبني والأمور حتى اللي ما يعرف يرح للإنترنت يخرج الملفات ويخرج ويخرج كل شيء لكن لماذا لماذا برغم هذا التوفر وهذا الإمكانيات والهدوء النسبي والتوقف الحراك على الأقل في مسيراته وليس هناك حتى قال معارضة داخلية في الداخل تزعجهم سجنوا الناس واللي ما يسجنوه ويخوفوه ويدروا تحت الإقامة الجبرية ويصدروا ضد أحكام إلى آخره وهي صدرة أحكام ضد معارضين معروفين اليوم إلى آخره ما الذي يؤخر البلاد يؤخرها الكمشة التي مسيطرة عليها كمشة من العجزة ولا أقول الشيوخ ما احترامي لكثير من الناس الكبار نساء ورجال ومنهم والدين عجزة فاشلين سكرجية مدمينين أغلبيتهم عايشين في عالم آخر منقطع على عالم الناس يعيشون في الفلات المحروصة وفي القصور المحروصة وفي كلوب ديبان ومعمري لبلاد باراجات وحنوشة وخبرجية إلى درجة كتب لأمس واحد قال لي تدخل المستشفى تيزيوزو تجد الخبرجية والذباب والشرطة والمخابرات أكثر بكثير من الأطباء ومن البراميديكو ومن الفراملية وهذا رحي موجود تقريبا في كل مكان إذن هناك كمشة مجرمة تخشى التغيير ولماذا تخشى التغيير لماذا يروحوا ونفدوا حتى وحد الوقت كي نغضبوا مني بعض الناس قلت وعطوهم حصانة وزيدوا لهم مليون أورو وقلوا لهم روحوا روحوا أنتم طلقاء روحوا خلوا البلاد تنهض لأنهم يعرفون أنهم ارتكبوا جرائم تضيعة وفضعات رهيبة ولأنهم أيضا خلاص انغمسوا في الشهوات فلم يعودوا يروا فقدوا البصر والبصيرة لم يعودوا يروا الحقيقة كما هي لم يعودوا يروا ملايين الذين يعانون يجوعون الآلاف اللي تراهم مرميين في الشوارع في واحدة مثل العاصمة إذا تحسب الناس اللي مرميين في الشوارع تتجدموا الآلاف أحيانا يهدمون بيوت الناس ويرموهم للشوارع لم يعودوا يرون أنين الناس كثروا غير المخدرات ملاوا البلاد بالمخدرات وهم اللي وراها عندهم الجيش والشرطة والدرك والمخابرات والدفاع الجوي والبحرية مسكن كل شيء الجزائر هي كوريا الشمالية في شمال إفريقيا ومع ذلك تدخل المخدرات كأكثر من أي شيء أكثر من الأدوية لأنهم الذين يدخلون ولأنها أصبحت وسيلة حكم طفية هذا الشباب غرقوا في المخدرات قبل عشر سنوات خرج البهلول المهرج اللي رأي مسجون اليوم سلال وقالهم أعطيتهم درهم لانساج خلوهم يتزوجوا بهم يصهروا بهم يدروا بهم سيارات واش دخلكم خلوهم يصهروا في الليل ويركدوا في النهار باش ما يقلقوكم هذه هي الاستراتيجية خلوهم بدل ما كانت ذاك الوقت بدراهم لانساج او واش كانت تدير خليدة مسعودي ومانيش عارف والصهارات وتيم قاد والجاز في قسنطينا الى آخره الآن حتى هذا لم يعد متاح واش أقول متاح الساروخ واخوات الساروخ المخدرات والحشيش جيبوا عمر البلاد بالمخدرات والحشيش خلي الشباب يدمر نهائيا خليه خليه يصبح لا يعرف شيء لا ليله ولا نهاره خلي الأسر تغرق لان هذا الشعب إذا فطن يعاود يدلكم الحراك بعد الحراك اخذوا مجموعة من الرسائل جارهم ينفذوا فيها شيطان خصومك شيطان الذين يرفعون شعار دولة مدنية مش عسكرية دخلهم السجون أحكم عليهم عذب بعضهم أشري بعض الذمام من تاحهم اللي ما توصلوش حاول تشريه لما شريتوش حاول تشيطنه خرجلوا كل الكلاب والكلاب أشرف منهم كل الأذناب كل باش يهاجموا الأحرار والحرع المهم هذا الشعب يجب أن يعود إلى الحضيرة هذا هو المهم ولذلك باش نرجع السيدة التي رسلتني حول السيتيا ولغيرهم لأنهم يرسلونني كثيرا في هذه العقود المنتهية والانساج والدكاتير البطالين وإلى آخر يعني مشاكل الجزائر لا تنتهي وأنا في الغالب ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا أقرأ فيها الرسائل من حقهم لي لكن لا أستطيع أن أقرأ الجميع لأن نحتاج لو كان باش نقرأ كل الرسائل التي تصلني نحتاج حوالي خمسين ساعة 24 ساعة للأسف لكن نقرأ ما بين ساعتين إلى ثلاثة في اليوم وبعض نرد عليه مباشرة شوفوا يا إخوان هذه عصابات تخاف ما تحشمش هذه العصابات تخاف ما تحشمش والله لو وجدت أنا شخصيا وأتحدث هنا بلساني على خوتي في حركة رشاد وعلى اللي خارج رشاد وهم يحملون معنا نفس الهموم والله لو وجدنا أن هناك واحد في المية إمكانية الإصلاح لو وضعنا أيدينا في أيديهم ولقلنا يا الله العالم كلنا متفجر ولو وضع متوترة وقلق عالمي وتغيرات هائلة مش فقط مناخية الناس هذا الأسبوع شافوا في سطيف كانت 36 درجة في بعض الأيام وفي أيام وصلت إلى 7 درجات و8 درجات واليوم كانت 13 درجة مش فقط التقلبات المناخية مما أدى إلى الجفاف مما أدى إلى نقص الأمطار مما أدى إلى كوارث طبيعية ورهي جاية ونيران وأشياء في العالم أجمع ولكن طبعا بلد مثل بلدنا يدفع ثمن أغلى وشعبنا يدفع ثمن أغلى لأننا أمام إدارة إجرامية لكن أيضا هناك تغيراتها إلى الساحة الدولية هناك انقلابات قوة تريد أن تبقى إمبراطورية مسيطرة الولايات المتحدة من وراءها الغرب وقوة تريد أن تطيح بالإمبراطورية المسيطرة وهي الصين ودول أخرى متخبية ورحة بلد مثل الهند حتى مع خصوماته في الصين لكن هو يريد أيضا أن يصبح قوة كبرى بلد مثل برازيل روسيا لو لأن صاحبها أغرقها في أوكرانيا بلد مثل تركيا وبلدان أخرى تحاول فهناك تقلبات وهذا العالم سيشهد تقلبات هائلة في العشر سنوات القادمة إذن لو وجدنا عندهم حقيقة يريدون الخير لهذه البلاد ويسعون له ويضعون الشروط له بنسبة واحد في المية لو وقفنا معهم ولدينا الإمكانيات الدهنية والفكرية والسياسية والعقلية كنقول لدينا مجموعة كبيرة من الجزائريين في الداخل وفي الخارج ليمنوا بالبلاد ويريدون نهضتها وكنا نقولوا يلا أنسى الجميع يلا أنسى نقلب صفحة الماضي كلها وننهض بالبلاد وندافع البلاد للأسف لا يوجد إنما يوجد في هرم السلطة مجرمين كبار ولصوص كبار وقتل كبار وفجر وفسق كبار لا يريدون أن يتركوا الملذات ولا السيطرة اللي بسيطر على البلاد وبعضهم يخاف من المحاسبة مما فعل في التسعينات فهو عاد حتى إلى خطاب الإرحاب فليس هناك أمل إذن ما هو الحل؟ الحل هو الحرك لكن ليس كل الناس الحرك خرج ينادي بدولة مدنية يخرج ينادي بنحطة الجزائر خرج ينادي بأشياء بأفكار بقيم بأخلاق بمبادئ كبرى عليها تؤسس الدول والحضارات ليس كل الناس تمشي لهذا الحل كثير من الناس كي يمشي لهذا الحد كي يمشي أقل وهو قضية الأكل والشرب إلى آخره ناس لتاع إخواننا ومن حقهم لأنه بدون أكل والشرب لا تمشيش الدنيا إذا ما كونش قادرين تروحوا للحرك لكن راكم مجوعينكم مبادلينكم ذالينكم وضعينكم في أوضاع كارثية مستعبدينكم في كثير من الحالات كثير من النساء يراودوهم على شرفهم واللي ما تمشيش مكاش الخدمة مكاش هذهك أو يدلوا لحياتها جحيم أو يطردوها هذا الوضع غير مقبول أي إنسان فيك ضرة كرمة لا يقبله لكي يخوفك بسوريا أو بليبيا بالمناسبة بليبي رح شوف الأسعار انتاحهم رح شوف ليبيا وشوف الجزائر على سبيل المثال لكن مع ذلك ليبيا مش في وضع جيد لكنها ليست أسوأ من الجزائر برغم كل ما يجري فيها على سبيل المثال لكي تخوفون بسوريا أخويا وعلاش بليبيا وعلاش باليام ها قلونا كيفاش تركيا كيفاش ماليزيا كيفاش سنغافورة كيفاش كوريا الجنوبية هذا الدول البرك اللي كانت قريب كنا أفضل منها في السبعينات والثمانين عام لا مش راح يسمح والآن طلعوا أولادهم وعندهم نسابهم وعندهم قاقرباءهم يريدون أن يصبح الشعب الجزائري عبيد وهم طبقاء على قول أحد القضاء المجرمين في مصر نحن الأسياد وأنتم العبيد رهم يقولوها في الجزائر لكن ربما فقط ما توصلش للجميع لكن أنا سمعتها من كبار بعض الناس اللي متطلعين مع هذا الكبار المجرمين إذن نظموا نفسكم هادوا يخافوا ما يحشموش أو خرجوا في مجموعات كبيرة من الأفضل إلى العاصمة جمعوا قدراتكم جمعوا إمكانياتكم كلكم إلى العاصمة خلوكم التظاهر في الجلفة وفي معسكر وفي بالعباس وفي باتنا وفي وهران خليك من هذا ممكن تدير فيها تدريبات الأصل العاصمة الطغات تسقط من عواصمها العصابات تسقط من العواصم هناك هناك الرعب أتخيل يخرجوش سمعت العقود هذول اللي رحم ديرهم بتاع العبيد عقود العبيد بمختلف أنواع ويخرجو جماعة لانساج والظلم اللي تعرضوا له وإن كان لانساج فيهم وعليهم بالمناسبة ويخرجو قدما الجيش ويخرجو جماعة النظافة ومهندسين النظافة والظلم اللي يعرضوا له ويخرجو إخواننا المصابين في أجسادهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة ويخرجو كل من رحم ما يخش حقه وأجروا ويشوف أولاده ويتعذبوا أو يخرجوا للفساد ويخرجوا الدكاترة اللي كثير منهم دكاترة ولكنهم يسبحون بتبون المزور 15 ألف دكتور في بلد يحتاج كل شي 15 ألف دكتور عاطل تقيلوا ونصلت وكان يخرجوا كل هؤلاء هذ العصابة ما عنداش وين صد يا إما على الأقل تتقاسم الثروة تمت جزء من الثروة اللي راي نهبتها وحدها كما كان دار بوتفليقة كان يشري السلم الاجتماعي هذا ما يحلش مشاكل البلاد لكن على الأقل يحل مشاكل الملايين من الناس تعالجوع الجائعين خاصة يا إما يمدوا شوية يعني من من المياه يمدوا واحد في المياه أو الاثنين في المياه للبؤساء خطش يا إما مرجع أغلبية الجزائريين بؤساء يا إما تتعاظم الانتفاضة وتتعاظم الثروة الثور عليهم وفي لحظة ينهار هذا النظام الإجرامي إن انهيار له تبعات بالتأكيد ولكن بقاء هو دمار نهائي للبلاد إن انهيار هذه العصابات ستكلف ولكن بقاءهم موش يكلف بقاءهم يدمر نهائيا البلاد إذن ما تبقاوش تدور وحاول حلقات مفرغة وما طال مفرغة ويذهع جهدكم ويدخلو لكم يقسموكم وش خدمتهم وش خدمة المخابرات الإرهابية تقسيم الجزائريين نشر الصراعات جلب المرتزقة الذين يشيرون لهم بدرهم أو دينار هناك وهكذا فعلوا دائما يفعلوا لأنهم يريدون أن يظل نظام عسكري كثيرين منكم شافوا الصورة انتع أمس انتع الفريق لأقل 17 سنة راح يتلاقى نظير المغربي إن شاء الله منش عارك فيش تمت الأمور إن شاء الله أو تمت أو ما تمتش وإن شاء الله تم الأمور مليحة لأن دائما فيها تلعبات هذه المقابلات ما بين الجزائر والنغر لكن شفتوا الصورة في البداية شباب صغير في الخلف يكاد لا ترى وجوههم أما في المقدمة فكانوا حوالي تسعة أشخاص واحد مدني والبقية كلهم حتى الجمارك حتى الجمارك كينيفورم جيبها الجمارك البوليسية الجوية البرية البحرية ما نشعارف البيري الجميع حاطينهم في المقدمة معناها أنتم كلكم خلفنا هذه عقلية السيسي هي موجودة عندنا لكن من قبل كانوا خايفين كانوا يتراجعوا شوية خاصة في فترة معينة جاءت السعيد بوتفليقة هكذا ممكن بعد سكرة جاءته فكرة فقال خلينا نمدن الجو فخرج سعيداني يومها قال حتى قال هالي في بي بي سي قال يا أخي انتم طالبوا بدولة مدنية احنا راح ندير دولة مدنية قلت انت ما انت إلا بوق قال دولة مدنية مهيش كلمات دولة مدنية هي عمل هي جهد هي أفكار هي قناعات الشعب اقتنع بالدولة مدنية كيخرج في 22 فبراير اقتنع ورددها لمدة تقريب من سنتين اه نعم هناك انتغير اما سعيداني كي يجي غير دولة مدنية وبعدين واحد كان ميليشياوي ومحسوب علي انه كان يقتل لا ان الله لا يصلح عمل المفسدين اذا راكم تحسوا انكم احرار وان هذا الوطن وطن وان انكم عباد الله وليستم عباد البي اري ولا العسكر ولا تبون وان هذا الوطن وطن حقيقة وان هذه الارض ارض حقيقة فدافع عن حقوق سلميا انتم لا تخرجون حاملين سلاح احجار او حتى عصي خرجين حاملين لسانك في فمك وشعار في يدك طالبوا بحقوق لا يعقل ان تجوع لا يعقل ان اولادكم يصل للحل يصل فيه لا لا يعقل ان المستشفيات ولد بطورات لا يعقل ان الطرقات ولد كوارث لا يعقل ان المدارس اصبحت للمخدرات اكثر منها للتدريس لا يعقل مهما تذللت سيطحنونك مهما خضعت سيسحقونك اذا خرجوا طالبوا حقوقكم على الاقل حقوق الحيوان يعني اللي هي الاكل والشرب والملبس والمبيت الحقوق التي يتمتع بها الحيوان وان كان مش كل حيوانات عندها ملبس فقد غذاك ربما اللي يدروا البرد عاخد معلي لكن الاكل والشرب والمبيت طربوا بيها في انتظار عنها تكون الناس طالب حقوق الانسان حقوق الجزائري في وطن ما تعلي الشهداء على مر السنين وعلى مر القرون ما هذا ما هذا الوضع وهو جاي الصيف بكل كوارثه بين قطاع المياه بالجفاف بالحرائق ان شاء الله ما يزيدش يديرها برك جبار مهنة يزيد يكثر لنا الحرائق ثم نداري في 2021 الاخبائل عسوا المناطق هناك راهو جبار مهنة راهو ميقالومان راهو مجنون من كثرة مذبح من الناس ممكن يعودها لكم او هذ المرة ينتقل الى تبسة وعنابة وجيجل راهو خدمتو بيرومان خدمتو الحرائق